توقيع وعندنا في الصحيح ما يغني من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك فكان أحبهما إليه عمر اللهم ارضى عن عمر شوف عبد الله بن عمر يقول أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى بعزة الإسلام بأحد هذين الرجلين ما قال بأحد العمرين عمر بن هشام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كان المعنى واحد لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأحب هذين الرجلين إليك أو لفظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأحب هذين الرجلين إليك فكان أحبهما إليه عمر لأن استجيبت الدعوة إذن هو الأحب قطعا هو الأحب لأنه رأس الإسلام رضي الله عنه وأرضه وأما الآخر فرأس الضلالة ورأس الكفر ورأس الباطل اللهم اجمعنا بعمر وبالصديق وبالحبيب صلى الله عليه وسلم في جنتك اللهم آمين